أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي محافظة الفيوم تم تنفيذ 75 مشروع لإنشاء الكباري وتبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ تم البدء في تشغيل التجريبي لبنك الدم التجميعي بالمستشفى العام كمان في شمال سينة تم الإعلان عن طرح تلت مشروعات تنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وفي الأهلية تم صرف 249 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال مارس اللي فات تفاصيل وأخبار أكتر في سياقات التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة في الفيوم أعلنت المحافظة عن تنفيذ 75 مشروع لإنشاء الكباري وتبطين الترع بقرى مركزي إدسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بإجمال تكلفة 280 مليون جني وده في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الري وتأهيل الترع في كفر الشيخ أعلنت المحافظة بدء التشغيل التجريب لبنك دم مستشفى كفر الشيخ العام التجميعي وتم إجراء أول عملية سحب للتبرع بالدم من أحد المتبرعين بعد توقيع الكشف عليه وإجراء الفحوصات اللازمة له وده في إطار الحرص على تحسين الأداء في المستشفيات وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في البحر الأحمر أصدرت المحافظة قرار بإيقاف عمل مراكب الجر والشانشولة لمدة خمس سنوات على أن يقتصر عملها شمالا في منطقة خليج السويس شمل القرار حظر تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم والمحلات التجارية في الفترة من 1 مايو حتى 15 يوليو مع تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر ومدرية التموين وهيئة الثروة السمكية وشرطة البيئة للمرور على تلك المحلات والأسواق للتأكد من تنفيذ القرار كما تم إيقاف الصيد الترفيه بكافة أنواعه ومسابقات الصيد سواء كانت باستخدام مراكب النزهة أو اليخوط الخاصة في بانيسويف أكدت مدرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قفلة طبية على مدار يومين بقارية شانرا مركز الفشن وتم الكشف على 1447 مريض وصرف العلاج لهم بالمجة في شمال سيناء أعلنت المحافظة طرح ثلاث مشروعات تنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وهي مدينة رفح الجديدة وقرى الصيادين في بئر العبد والمرحلة التانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء ومن المقرر افتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في جامعة سهاج وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على مد فترة قبول طلبات المتقدمين للتسجيل بالدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث حتى نهاية شهر إبريل الجاري 2024 ودمن أجل إتاحة المزيد من المجالات والتخصصات الجديدة والمميزة اللي بتخدم قضايا المجتمع والبيئة في الأليوبية أعلنت مديرية التموين انتظام عملية توريد محصول الأمح لصوامع والشوان وبناكر الأليوبية وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 6382 طن و955 كيلو جرام من الأمح للصوامع والشوان والبناكر كما بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة فد أهلية أعلنت المحافظة أنه تم صرف 249 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الماضي على مستوى المحافظة استفادت منها 757 أسرة وده بإشراف كامل من مديرية تضامن الاجتماعي وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم اشتركوا في القناة